ايه هو المريء؟ المريء هو المجرى ما بين البلعوم وبداية المعدة اشهر الامراض التي تصيب المريء؟ اشهر حاجة واكتر انتشارة من افتجاع المريء ده مرض خطير؟ لا خط اعراض ايه؟ اعراض الحرقانة والحمودة اللي بنحس بيها ساعة تيوصل لمضاعفات اكبر من كده لكن اشهر حاجة موجودة واجع المعدة او الام المعدة والحرقانة اللي موجودة في الصدر ومطقة الصدر فيه جيوب في المريء؟ طاعت بس قليل بيبا فيه قرح؟ مع ارتجاع المريء المتكرر ممكن يحصل قرح في نهاية المريء الامراض اللي تتصيب المريء يعني امراض نتيجة استعمال مع الاكل والشرب ام هي طبيعية تعدز بدون اسباب؟ ممكن ده وممكن ده هل فيه اجهزة تشخص الامراض بدقة وعلاجات؟ اه طبعا يعني الاشهر واللي الناس كلها عارفة منظار المعدة منظار المريء والمعدة ده اشهر حاجة فيه في الفترة الاخرانية بقينا نتسئل كتير على حركات المريء وحمودة المريء دي اجهزة مهمة بقت موجودة في مصر يمكن مش كتير يمكن مش منتشرة بس مهمة جدا للتشخيص ولتبعيات التشخيص بناء عليها بنقرر فكرة التدخلات سواء جراحية او لا عند حضرتك جهاز قياس حرقية المريء؟ او موجودة هل نعمل بقى جهاز حرقية المريء او لا؟ يعني ما نتمنش نعمل لحد الفحص لكن هو موجود ولو احتاجناه بنستخدمه الاستاذ الدكتور احمد كمال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمعهد الكبد القومي حلقة جديدة في برنامج رأيت الله اهلا بكم مرحبا دكتور احمد اهلا بخضرتك اهلا بخضرتك طب منا عليك الحمد لله الحمد لله ايه المريء يا دكتور ما هو المريء؟ المريء هو المجرى اللي بيوصل الاكل من الفم والبلعوم للمعدة هو عبار اعلى يعني يبدأ من هنا من المعد النحر كده مثلا لحد الحد نهاية الصدر اه لحد نهاية الصدر يعني معد الحجاب الحاجز اه طبعا معدى معدى الحجاب الحاجز في التقاءه مع المعدة طبعا وظيفته ايه للمريء؟ المريء هو لنقل الاكل هو مجر لنقل الاكل من الفم من الحد المعدة علشان يبدأ تبدأ عملية الهضمة في المعدة عندي شغف اشوف المريء من الداخل صورتوه من الداخل يا دكتور؟ اه كتير كل يوم ده حاجة مشهورة منظر المعدة هو اشهر فحص بنعمله اه حايل ممكن نشوف لو في فيديو بين المريء من الداخل يبقى كويس؟ اه طبعا ده المجرى اللي هو المريء اه اللي معنا ده وده يمكن الفتحة اللي هي الفيديو ده فيديو لمريء طبيعي او منظر جهاز هضمي طبيعي فدي الفتحة اللي في نهاية المريء اللي هي بتفتح على المعدة احنا كده دخلنا على المعدة تمام؟ المعدة هنا برضو سليمة وبنصل لنهاية المعدة الفتحة الاخرى دي اللي هي الفتحة اللي بتبدأ بيها الامعاء الاكل بينزل من هنا للامعاء؟ اه بس هو بيقعد في المعدة ما بين اتنين لست ساعات على حسب تكوين الاكل تمام ودي المعدة برضو؟ دي الامعاء الجزء الاخراني ده الامعاء يعني انت في المنظر بتنزله من عند الفم الحد بديت الامعاء؟ وده المنظر الطبيعي برضو خلي بالنا من الشكل ده ده المنظر الطبيعي هوا فيه مريء غير طبيعي؟ اه طبعا فيه حاجات غير طبيعية يعني فيه حاجات غير طبيعية في الفحص اه طبعا ما هو دليل ان احنا بيجي لنا عياء يعني لو كل حاجات طبيعية ده طبيعية يعني ايه طبيعية؟ جدران المريء سليمة؟ سليمة مفيهاش التهابات مفيهاش اي اي ايوب سواء ايوب خلقية او غيره مفيهاش التهابات مفيهاش يعني مفيش عندنا فتق في الحجاب الحاجز معندناش اتساع في عضلة اسفل المريء يعني لو خلالتك شايف هتلاقي العضلة هنا اه 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 مال ايه الحق الشرشيف اللي متنية دي يا دكتور؟ دكتور المعدة هو احنا ليه عندنا حد اه اه زي ما بنقول كده معدته واسعة معدته واسعة انه هو بيبدأ الشرشيف دي او الاجزاء اللي هي مطوية الملتوية دي كلها اه بتتفرد علشان المعدة توسع الخميل دي كلها تتفرد؟ بالضبط تتفرد علشان المعدة توسع فتصل لها حجام كبيرة جدا الجزء ده يعني الجدار نفسه ما بيمطط لا 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 ما بيتمطش هي نفسها خميل كده تتفرد بتتفرد وتتسع لو حضرتك بصيت هنا الاسود ده ده المنظر نفسه فانا عايز حضرتك تاخد الشكل ده شايف حضرتك العضلة دي دي عضلة اسفل المريء ده الشكل الطبيعي انها تكون افلة وعافوا ان المريء عضلة اصلا؟ المريء هو نفسه اه فيه جدار وفيه عضلات تمام واسفله اللي هي عضلة الفؤاد دي اللي بيحصل فيها الفتء اللي في الحجاب الحاكس هنا لو نشوف هنلاقي العضلة افلة تماما على المنظر تماما لما هاجي اوريل حضرتك بعد كده الفيديوهات اللي فيها الفتء اللي في الحجاب الحاجز هتشوف الفرق ما بين الشكل ده والشكل الاخر اللي هو نشوف ده فيديو سليم بتقول ده مريء سليم طبيعي اه ده المريء الطبيعي انا اصدت طبعا ان احنا نشوف الطبيعي عشان نبدأ نفرق ايه تمام ما بين الحجل وبينه غير طبيعي وما بينه غير طبيعي بتوبوا متوقعين ايه ده الفيديو ده غير طبيعي المفروض طب شرحنا بقى ده فيه اهدوك اعلى ما بس الصورة تبقى اوضح حدق بتخش بالمنظر من الفم اه طبعا بتخدير كله ولا نصفي ولا اه هو لا نصفي لا لانه النصفي ده بيبقى الجزء الاسفل من الجسم فاحنا دخلين من الفم فلازم يبقى المريض نايم يعني تخدير كله اه بينام بايه يعني حسب دكتور التخدير هو بيختار الوسيلة المناسبة بص بقى حضرتك هنا شوف اه 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 هنا بقى بص شوف حضرتك الجزء ده شوف الفرق اه بالضبط كده وفيه جزء من جدار المعدة اللون اللي هو اللي هنا ده ده لون المريء ده لون طبيعي ده اللون الطبيعي للمريء طيب الجزء ده ده اللون الطبيعي للمعدة آه تمام الله 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 ما اللي طالع في المريء ليه صح ما هو ده اللي بنقول عليه الفتأ في الحجاب الحاجز إنه جزء من جدار المعدة طلع فوق في المريء آه إذا معذرتنا شرحنا الفتأ في الحجاب الحاجز ومش ارتجاع السائل بتاع المعدة ده ولا هو المعدة نفسها بتطلع من الحجاب الحاجز ده حقيقي جزء من الفتأ في الحجاب الحاجز عبارة عن أنه جزء من محتويات البطن اللي هي المعدة يصعد لفوق لمنطقة الصدر لتجويف الصدر طبعا الحجاب الحاجز من هنا كده الحجاب الحاجز ده عضلة لها زي جنبين أو فرعين ده بتفصل ما بين الصدر وما بين البطن وده عضلة لا إرادية يعني إحنا لن نتحكم فيها من فضل ربنا علينا إن إحنا لن نتحكم فيها لن نتحكم فيها ده عضلة التنفس الرئيسي فلا يتحكم فيها الإنسان تمام دي بتفصل ما بين محتويات الصدر ومحتويات اللي هي الرأتين والمعدة بقى والأمع والحاجات دي الرأتين والقلب فوق والجزء محتويات البطن فلان بقى فيه فت يعني مش هو المعدة من الحجاب الحاجز ده صحيح ما بين جنبين الحجاب الحاجز فيه فتحة في النص الفتحة دي بيعدي منها شريان الأورطة والمري مفروض الفتحة دي بتبقى قفلة بشكل جيد على المنطقة دي فبعض الناس الفتحة دي واسعة شوي فبيبدأ جزء مزء من معدة يطلع من الفتحة يطلع من هزي تاكتشفوه إزاي بقى؟ شكوى المري لها أعراض أو أشهر حاجات إليها؟ أعراض الارتجاع الشديد ده الذي لا يستجيب للعلاق يعني أنا لو جاي لي عين عنده أعراض ارتجاع المريء المتكررة والمستمرة يعني إيرتجاع مريء؟ ارتجاع مريء إن أنا حمودة المعدة تطلع للمريء وبما إن هنا تكوين المعدة مختلف أو الغشاء المبطن للمعدة مختلف تماما عن الغشاء المبطن للمريء الغشاء المبطن للمعدة بيتحمل الحمد ببساطة كده زي الحمد ده زي مية النار مقلوي ولا قاعدة؟ حمد 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 شديد يعني ده للإنسان يمكن يشعر به لما يتعمل تمام بالظبط جدا فربنا خالق يعني من عظمة الخلق إنه المسافة ما بينهم صغيرة جدا لكن ربنا خالق إنه تكوين المعدة هنا برضو لو حضرتك بتشوف الفيديو هتلاقي في بعض بعض الحاجات اللي نحب نوريها برضو بالمرة احنا بنعمل المنزار يعني غير الفتق ده في المعدة هنلاقي هنا التهابات في جدار المعدة وقرح سطحية في جدار المعدة ده مش طبيعي برضو وضع مش طبيعي ده وضع مش طبيعي بس شكوة بتتكرر كتير وبنشوف طبعا ده القرح دي نتيجة الأكل بايا دكتور ولا سوء التغذية ولا سوء الأكل ولا هي طبيعية بتحصل في الالتهابات في الجدار دي أكلات معينة مثلا نحذر منها المشاهدين الكرام أخوة طبعا الأكل بصورة عامة خلينا نتكلم على أنه فكرة الإفراط في الأكل وخصوصا الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي هي بنقول عليها الجنك فود أو الأكل الوجبات السريعة الأكل الوجبات السريعة بقت تسبب مشاكل كتير وكتير من ولادنا يمكن في الفترة الأخرانية بقينا نشوف أنه كتير من الشباب الصغير بيشتكي يمكن أكتر من من الناس الكبير نتيجة أنه فعلا الفترة والزيوت اللي معمول بيها والزيوت اللي معمول بيها والحاجات دي بتسبب لنا المشاكل فعلا خصوصا ده أكل معمول بزيت عربيات أو زيت مواطير بقى زيت باكم والله وارد فعلا بس أصبحت قرح المعدة والحاجات دي كتير دلوقتي يا دكتور تشوفوها في العيادة كتير عندكم؟ أنا بحاول أثبت الصورة على منطقة من المناطق يكون فيها الأمر واضح بنشوفها كتير طبعا والشكوى متكررة بشكل كبير وفي كل الأعمار الجزء بقى اللي بنقول عليه أنه جدار المعدة مبطن بشيء أو بخلايا معينة تتحمل هذا الحمد وبينما أجدار المريء لا أجدار المريء أعمل زي الجلد فلو حطيت مية النار على الجلد هتكويه طبعا إنما لو حطيت مية النار دي في المعدة ما تكويهش طبعا عشان كده الإنسان يحس بشيء غريب في المريء فعلا ده حقيقي ده لسه دي جزء اللي أنا داخل فيه للإثنى عشر اللي هي بداية الأمعاء ودي برضو بتكوين مختلف لو حراك شاف الأجزاء الحمرة دي دي كلها التهابات يا الله ده اه يعني لو حضرتك شاف هنا كده هنبدأ بقى نقلب المنظر ونشوف علشان أوريكم الفرق ما بين الجزء ده والجزء اللي فات انت بتقريبه من تحت الفوق بقى تشوفه شاف حضرتك هنا الجزء ده واسع قد ايه المرة اللي فاتت كان المنظر ده مقفول عليه صحيح لحد الحد نقش خط البيضة اللي بوا دي بالضبط شاف حضرتك المسافة دي يا الله كبير لا ده فتق بالنسبة لنا فتق مش كبير في الحجم ده مثلا اللي هو من الدرجة التانية اللي هو حاجة يمكن مهياش حجمها كبير انا ممكن اواري الحرائج بعد كده يمكن حاجة اكبر منه كمان بس الجزء ده مفروض ان انا لما شوف المنظر دي حاجة يمكن المريض يفهمها بقى من الشكل اللي فات للشكل ده انه المنظر هنا لا حواليه شايف العضلة اللي حوالي دي واسعة صحيح تمام وبالتالي يقدر يطلع الجزء من جدار المعدة ده بيطلع لفوق للمريء ونشوفه احنا فوق ويشوف اللواء اللون المختلفة تشوفنا فوق الفيديو ده في فيديو الاولان ده ارتجاع المريء في الحالات دي بتعمله ازاي بقى بتخيطه الفاتئ ده ولا بترجعه المعدة ولا بتعمله ايه لا تحفوظي ولا علاج جراحي يعني خلينا نتكلم ندخل بقى هنا في الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو حركات المريء احنا بنتسئل كتير جدا دلوقتي على موضوع حركات المريء المريء يعني ايه حركات المريء المريء ده عضلة وبالتالي محتاج انه يقاص فيها الضغط هو المريء له ضغط؟ انقباض زي ايه عضلة يعني انا لو قفلت كده طب ما ده انقباضه انا اقفل اقضى رئيس ضغط اقضى رئيس ضغط اوكي تمام هو عضلة بس يعني هو المريء بيمشي الاكلب لانقباضه الانبساط اه طبع انا مصروع عشان هو عمود في الاكلب ينزل اللي بيتزحلق يعني بس من غير حاجة جزء من الموضوع طبعا بدليل انه في ناس فقدة حركات المريء ولسه بتاكل معقول ده حقيق يفقد حركات المريء ويعيش اصلا اه من عضلة كده بتشتغلش وانا صحيح او ضعيفة اه وده مرض اه طب العيام بيجي يشتكي من ايه ايوه انا ما بيبلعش كويس ما بيبلعش كويس اللي عنده وشكلة في البلع اه الاكل بيقف في صدري الاكل بيقف في صدري الاكل بيرجاء اه تمام مش البلاد ده بتوفيات قدم دي كده اللي بنعمل ولا ده مرتبط بحركية المريء نفسها صح الجزء المريء بيتكون من عضلة في الجزء العلوي او التلت الاول اه التلت الاول من المريء وبعدين التلتين الاخرانين من المريء تلت الاول من المريء او الجزء العلوي من المريء ده عضلة ايراضية اللي انا بابلع به بعمل كده زي ما حرائك بتقول يشرب مية مثلا يبلع ريو بتاع بالظبط كده طب لكن بعد المنطقة العلوية دي كله عضلة لا إرادية تمام سبحان الله لا نتحكم فيها زي عضلة القلون كده مثلا زي عضلات القلون زي عضلة القلب زي كل العضلات الداخلية عضلة الماء ده كل العضلات دي ما نتحكمش فيها لا لا نتحكم فيها طيب اللي بي عنده بقى مشكلة في حركة المريء إيه اللي بيحصله في العضل اللي فوق ما تنقبض ما تنبسطش ما تنظن دي ما فيهاش مشكلة تمام بتبقى المشكلة في الجزء تحتاني اه من التلتين الأخرانيين من المريء ده يدخلنا لفكرة العلاج بتاع فتء الحجاب الحاجز أنا بنصح كل الناس محدش يروح يعمل عملية خالص لفتء الحجاب الحاجز إلا لما يكون عامل حركة المريء طب ليه؟ لأن أنا لو عندي عملية الفتء الحجاب الحاجز دي عبارة عن إيه؟ حبارة عن إن الجراح بيخش بالمنظر يديق حوالين الفتحة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتتسع شوية دي بيديقها وكمان بيعمل حاجة تانية بيعمل راب بيلف بيلف جدار المعدة أو يبرمه على جدار المعدة؟ اه جدار المعدة ما بيديش في الأكل ده؟ أنا بقول لحضرتك بيبرم الجزء ده أو يلفه عشان ما يطلعش عشان ما يطلعش الفوق تاني بس في مشكلة مش هيعد الأكل كده ما هو بيبقى بيعملوا بحساب يعني بيبقى مدخل زي زي حاجة جوه المريء علشان ما يضيقوش أكتر من اللازم الفتحة الحاجة زي المنظر يضيق عليها على قدها كده بس لبط كده حاجة بنقول عليها بوجي ده بيبقى جوه المريء بوجي اه ده يعني زي انتر بتعملوز وتدخلوها يعني تلفوا المعدة عليها طب المعدة مترجعش تاني تفرد تاني بيخيطها بيخيطها طب ليه بقى أنا بقى؟ ما زي السليف دي ولا عمليات التخسيس بتاع السمنة ولا؟ اه عمليات التخسيس مختلفة شوية لانه هنا برضو ده احد يعني حاجة بتسحبنا شوية بشوية لا نفرد لها حلقة بس بايزاوية بتسحبنا شوية بشوية لاستخدامات حركية المريء مفروض ان انا ما عملش اي اجراحات تخص المعدة الا ما كون اعمل حركية المريء طيب ليه؟ طب متى اسمع حركية المريء؟ ليه انا بعمل كده؟ لان انا بعمل كده لانه انا لو عندي حركية المريء ضعيفة فانا عملت الفراب او اللفة الكاملة دي العيان هيتحاول لانه ما بيعرفش يبلع نهائي الله اكبر فصعوبة في البلع جديدة واضطر ان انا اخش تاني كجراح افك اللي انا عملته تمام؟ فانما لو عملت حركية المريء ولقيت الحركية سليمة او لقيتها ضعف بسيط فبيعدل في العملية لانه بدل ما يعمل الفراب انا قفلتها للاخرة 360 لا بيعمل 180 قفلها جزئية نص بس اه قفلها جزئيا فيبدأ يسمح للأكل بالمرور بشكل كويس طب انا لو ملقيتش حركة في المريء نهائيا وفي كده مفيش حركية اصلا؟ فيه كسل بقى مفيش خالص اه ده ما يتحركش بقول له لا ما تعملش نهائيا العملية تمال يعمل ايه؟ اه المعاناة من ان انا في بعض الحاجات اه طب ممكن يخيط العادلة بتاع الحاجات بالحاجز وميلفش المعدة صحيح بس برضو ده بساعات بشكل صعوب هنا ده ده عيان صعب جدا وفكرة التعامل معي هي المبدأ دايما ان انا لو مش هفيدك ما دركش طب امت المريض يعمل هل حركية المريء ده ممكن نروح نعملها؟ فيه جهاز معين بيعملها اسمويل اللي بيعمل حركية المريء ده؟ جهاز حركية المريء او المانومتري موجود في المص المتاحة يعني في المستشفات وكده؟ متاحة اه بس مش على سكيلو واسع طبعا عزيز جدا اه زي ايه ده؟ اه دي دي الاسطرة اللي احنا بنستخدمها طيب الاسطرة دي غرضها ايه؟ معنا الكاميرا بقى الجميلة كده؟ اه الاسطرة دي اه اه غرضها ان انا بدخلها من فتحة الانف ومررها لحد ما تدخل لتعدي المريء كله ونهايتها الانف مش الفم؟ اه؟ مش احنا قلنا المريء بيبدأ من الزور من هنا؟ يعدخل من فم ولا؟ البلعوم اه 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 فيه مفتوح ما بين المجرى النهاية الانف وما بين الفم اه لسان المزمار كده بيسد ومشال اكوان ده جزء منه ده النهاية دي مفتوح ما بين مجرى الهوى ومجرى الطعام الشرق اه دليل ان احنا نقدر نتنفس من الانف ونقدر نتنفس من الفم صح اه فتدخلها من الانف؟ اه صغيرة اه لا لا دي صغيرة ويمكن دي اكبر شوية دي ديمو اللي بنشتغل بيها اصغر من دي وزي ما حضرتك شايف الاجزاء اللي فيها ايه العقد اللي فيها دي بقى؟ العقد دي او دي المجسات دي بتقيس الضغط في المريء كله يعني انا بدي بركب الاسطرة تمام؟ تركبها سهل جدا ونحط بنج موضعي في الانف ونعدي الاسطرة ونبدأ ان الفحص عبارة عن انه المريض بيبلع معايه يعني بياخد عدد معين من البلعات تمام؟ وانا ببدأ قيس الضغط قيس الضغط فيه؟ قيس الضغط في عضلة اعلى المريء قيس الضغط في المريء كله كجسم المريء نفسه وفي عضلة نهاية المريء تمام؟ عضلة نهاية المريء بيبام فيها بعض الحاجات يا اما ضغطها طبيعي يا اما فيها زيادة او نقصات ومحرض الضغط الطبيعي كم؟ كم من ايه يعني؟ لها قياسات بوحدات الضغط على الجهاز اللي بنشتغل بيه يعني كل جهاز له قياسات معينة خاصة بيهو؟ اه اه وموضوع معقد شوي يعني يمكن كتير من الناس حتى الاطباء يعني انا شخصية ما كنتش اعرف انا بشتغل مناظير بقالي كتير سنين طويلة لكن لحد مثلا سنتين تلاتة فاتوا ما كنتش اعرف كتير عن حركات المريء غير ان انا يمكن اقرأ عنها شوية اه اشوف الحاجات اللي مكتوبة عليها لكن ما كنتش اعرف التفاصيل بتاعت اراية الفحص نفسه انه الفحص اراية معقدة على جهاز له سوفت وير معين السوفت وير ده بيبدأ يعمل اناليسيس او تحليل للداتا اللي احنا دخلناها من خلال الاسطرة دي تحليل ده السنسورز اللي موجودة دي السنسورز دي بتنزل بدي الحد ايه بقى فم المعدة ولا الحد الحد ما يبقى نهاية الاسطرة في المعدة تمام علشان انا اخدت العضلة بتاعت اسفل المريء والمريء كله والعضلة الفقنية اه ومريء نفسه كجسم امتى استخدم هل اي حد يعمل حركات المريء دي لا طبعا شيكة بعدي يعني لا لا ده مش حقيقي الناس اللي بتشتكي طب انا عاملها امتى من ايه اعملها مثلا لو حد عنده ارتجاع مستمر ولا يتحسن انا باخد القدوية ما بتحسنش عملته من مبارل يعني اكل يرجع يحس بالحلقان والحمودة طول الوقت سواء بقى مع الأكل أو من غير الأكل الناس اللي دخلها تعمل عمليات جراحية في المعدة زي تكميم المعدة أو حتى تحويل المصاري الجزئي لازم أكون عاملة الخراكية أو طبعا لأن الناس دولة بتشتكي بشدة بعد العملية ولو عملها لو أنا كان عندي فتأ في الحجاب الحاجز فعلا الجراح بيعمل الفتأ في الحجاب الحاجز مع عملية التكميم يبقى العملية مشتركة بقى عمل الاثنين مع بقى علشان العيام ما يعانيش معانا شديدة بعد طيب عشان أفهم حضرتك قبل ما نعمل يعني نعمل قياس حركية المريء مع الارتجاع المستمر بالعلاج بدون علاج الاثنين لو هعمل لو إنسان هيعمل فتأ في الحجاب الحاجز هيعملية الجراحية في المعدة تمام من شأنها إنها تقلل حجم المعدة أو أعمل حاجة في العضل بتاع أسفل المريء لازم أكون أعمل الفحص قبلها تمام الناس اللي عندها صعوبة في البلاء يعني أحد الشكاوى الخطر اللي هي لو عندك لازم تروح للدكتور ما تنتظرش لأن أنا عندي صعوبة في البلاء لازم أروح سواء مع الأكل أو من غير أكل يعني ممكن أنا بابلع عريق أنا بابلع مية لو في صعوبة لازم يروح للدكتور 100% يعني ده أحد العلامات اللي تدعو للشك وأحد الأعراض اللي بنقول عليها أعراض خطر يعني فيه أعراض خطر يعني حد جاي بيشتكي لي من حرقان أو حمودة في صدره هل ده عارض خطر؟ لا مش عارض خطر بيحصل في نسبة كبيرة أو بيحصل في نسبة كبيرة تقارب إلى 20% من كل الناس تمام؟ سواء مع الأكل أو غيره لكن لو حد جاي بيشتكي لي أن أنا عندي صعوبة في البلح لا ده عارض خطر حد جاي بيشتكي لي أن أنا رجعت دم لا ده عارض خطر أنا أقدر أتجاوز مع العيان في البداية بشروط أن أنا اللي بيشتكي من حرقان المعدة أو ارتجاع المريء أقدر أتجاوز أن أنا ما أعملش منظر المعدة بشروط معينة أو تبع الجايد لاينز زي ما بنقول لكن ما أقدرش أتجاوز ما حد بيشتكي من أنه رجع دم أو أنه عنده صعوبة في البلح ده أحد الأعراض الخطر أو أنه وزنه بيخس جدا تمام وانت بتدخلوا بقى المنظر في المريء فيه جيوب المريء أو جيوب المريء؟ زي مسبعة جيوب في القولون جيوب في المستقيم فيه جيوب ولا مريء؟ دي حاجة نادرة الحدوث ما هياش خطر؟ هي مش خطر بس بتسبب صعوبة في البلح أنا هنا برضو جايب فيديو يمكن هو حاجة حاجة مش مش مشهورة أن أنا أشوف جيوب في المريء أصلا؟ أه لا مش مشهورة خالص طب أنا اكتشفنا الحالة دي إزاي؟ الحالة دي كانت مبعوتة علشان نعمل لها المانومتري اللي هو جهاز حركية المريء ولما عملنا الفحص بتاع المانومتري اكتشفنا جزء في عضلة المريء يعني في الجزء بتاع عضلة المريء فيه ضغط أعلى من بقية الأجزاء والضغط ده ثابت يعني في كل القريات في الحتة دي ثابت فده خلاني أشك شوية إنه في حاجة آه برضو هنا يعني بالمصطفة هنا كده شايف حضرتك جدار الماء ده بيطلع لفوق إزاي؟ بيتكور ويطلع لفوق إزاي الشراب ده الفتق في الحجاب الحاجز واللي حضرتك شفته ده إيه؟ أثناء صعوده ونزوله بس تصوير دقيق يعني حضرتك دقيقة حضرتك اللي عمل المنظر ده يا دكتور آه كل المنظير دي بتاعتي فعله تمام وهو إحنا طبعا نقدر بس إنتوا ليه سرعة أو في المنظر كده يعني ما تبقوا بالراحة شوية عشان نستوعب باكم هو الفحص طبعا الشخص المتخصص هو إحنا بنحاول نوصل الصورة دلوقتي بالفيديوهات مع شرح مبسط إنما ده بياخد وقت طويل جدا يعني عمليا بقى آه وقت طويل ووقت طويل للتعلم يعني زمايالنا الأصغر مننا في السن اللي إحنا بنعلمهم بياخدوا وقت علشان يتعلموا زي ما أنا خدت وقت علشان أتعلم دي كلها قرح يا كل ساعتك الجدار ماله متغير كده دي قرح في الـ 12 في الـ 12 آه لما هنطلع ده قرح كتير قوي يا دكتور ده ده كتير جدا آه بس هي قرح سطحية يا قرح دي خطر يا دكتور يا ممكن تبقى فيها خطورة لأنها آه بتعمل حاكتين بتعمل آه نزيف آه آه بص حضرتك هنا في الجزء ده آه حتى داخل أيوة حتى آه لا لا دفافة حاكتين ده ولا إيه دكتور ده ما هي دي بقى الآيه الجيب اللي في المريه آه ده جيب آه الجيب ده إيه عبه الأكل بيتحوش فيه ويضغط على بقية المريه فيخلي فيه صعوبة في البل آه لأكل بيقف فالمريض جالي وهو عنده الفتحة دي الأكل بيتحوش فيها فتضغط على المنطقة اللي جنبها آه فتحة دين خالص آه محبش فتحة دين دي السكة الرئيسية اللي هي على الشمال أيوة والأعليمين ده الجيب الجيب اللي موجود آه دي حاجة نادرة الحدوث آه حاجة نادرة الحدوث وبحصل نتيجة الأكل الكتير ده بقى لا لا ده يعني زي ما نقول آه يعني عيب خلقي زي ما بنقول خلقي آه ممكن يتولد بيه الإنسان يعني طب علاجه ايه دكتور بقى ده آه آه هو علاجه في الوقت الحالي آه بقى في حاجة اسمها آه آه تقنية بتاعة الاي اي سي دي اللي هي آه أنا بعمل تشريح بالمنظار نفسه منظار نحن آه إن أنا بفصل الجزء ما بين بفتح الجزء اللي ما بين الجيب ده وما بين المريء كان زمان مالوش علاج غير إن أنا خش أعمل جراحة أستقص الجزء المريء وعدد توصيل دلوقتي لا أو ما تدبسوه ما تنفعش تقفلوه آه ما هو ده اللي إحنا بنعمله إحنا بنفتحه لا إحنا بنعمل للعكس بنعمل إن أنا بفتحه الفتحة دي تبقى ما فيش ما فيش شفة كده ما بينها وما بين ده توصرهم على بعض زي الترعو البحر كده آه كأن أنا خلاص فتحت دي بقى ده مفتوح جنبه بشيل الشفة اللي موجودة دي آه ببس ليه تقنية متقدمة آه اللي هي بس ده خطيرة دكتور دي شل جزء بالمريء ما يأثرش على عضلة المريء نفسه هو حركية المريء اللي موضوعنا بنكلم عليه لا مش هيأثر على حركية المريء بالعكس ده هيحسن الوضع أنا عندي جزء كان بيتجمع فيه لأك لا ده أنا خليته كله حركة واحدة في اتجاه واحد ودي كانت منطقة فيها عضلة أنا عملت فتحت الغشاء المبطن للمريء ده ودخلت جواه دي تقنية اسمها تقنية السيردس بيس أو الفراغ الثالث إن أنا بدخل جوا بفتح الجزء ده ودخل جوا الجدار نفسه وأبقى جوا الجدار بالمنظار يعني مش دخلت بقى الوراء ده أنا جوا الجدار وأبدأ أشرحه خير الجدار بقى أبدأ أشرحه آه لير لير يعني طبخ آه طبخ آه وكده بياخد علاج فترة والدنيا بترجع طبيعية حسن جدا مايأسطرش مالوش أي صيد الفجدي ده أثيرات جانبية ولا شيء آه مشاكله بتحصل وقت الشغل اللي هي ممكن يحصل إن أنا لأ بعد ما يجي أقفل المكان الجرح اللي أنا عملته مايتقفلش بشكل كفاية آه ويحصل جزء أو يبقى مفتوح على التجويف الصدر أو البط آه طبعا بحاول أقفله عندنا آه كليبسات أو حاجة نقفل بيها وطبعا ده بينجح في نسبة كبيرة جدا آه المضاعفات البسيطة إن أنا هحتاج بعد مني لو أنا ده ما ما تعملش بالشكل الكامل أو خاصة المضاعفات بأي شكل إن إحنا بنخش للجراحة وعشان كده بنقول إن ده حجم التقنيات اللي مفروض متقدمة ومفروض بيبقى فريق عمل يشمل إن أنا مقايا الباكب بتاعي أو التأميم بتاعي من الجراحين وراء مني مفيش حاجة اسمها كل واحد بيشتغل لوحدا صح ده موجود في معهد الكابد القومي وفي الطب الموفيين كل التقنيات موجودة والتخصصات موجودة عندنا وكل التخصصات وكل الحاجات دي موجودة بنقدر نعملها طبعا طول الوقت شكرا أستاذنا الدكتور أحمد كمال على هذا اللقاء وعلى وعد بلقاء تاني بإذن الله يتعاني إن شاء الله حافظ مشاهدينا الكلام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جماعة ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد كمال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمعهد الكابد القومي شكرا لك سيد الكريم على هذا اللقاء شكرا لكم وحتى ضمان القوات الجديد شكرا لكم وإلى اللقاء